بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في دورتكم المجانية دورة حسن خطك أونلاين الثامنة المجانية بخط الرقعة مع الجزء الأول إن شاء الله سبحانه وتعالى نستفتح إن شاء الله مع إخواني الكرام والأخوات الكريمات نستفتح بخير الكلام نستفتح بالقرآن الكريم إن شاء الله أخي أحمد جاهز إن شاء الله عبدالغني مستعد يا أخي يا أحمد إن شاء الله إذا مستعد تفضل يا أخي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يا أصد أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صفف موسى وإبراهيم الذي وففى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى جزاكم الله خيرا أخي أحمد صاحب الصوت الندي الجميل الرائع ربنا ينفع بيك ويتكبل منا ومنك يا رب العالمين صالح الأعمال إن شاء الله بإذن الله يا إخواني الكرام كما تعلمنا وتعودنا في البداية إن شاء الله بنكتب آية قرآنية أو حديث أو حكمة لكن اليوم سيكون الرتم سريعا خلاص الدورة تلملم يعني رحة لها فأوشكت على الرحيل اللي كسب كسب واللي خسر خسر واللي استفاد استفاد ومع ذلك لا يفقد أحد الأمل يعني لا تقنطوا من رحمة الله ربنا رحمته واسعة رحمته كبيرة هو عظيم سبحانه وتعالى قد يؤتي في آخر الدورة أضعف ما آت في بداية الدورة فلا تيقاسوا من رحمة الله أنا بأنصح حضرتكم اللي ما اكتهدش في البداية يقدر يكتهد دلوقتي واللي اكتهد في البداية ولو رخ دلوقتي ما استفدش حاجة واللي اكتهد في البداية واكتهد دلوقتي هو ده أفضل شيء صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يلا بسم الله بين أيدينا الحديث الشريف الذي كتبه الخطط أحمد صبر زيد رحمه الله يكل أو كتبه يكل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تومنا خان صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخ خان صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلا يا شباب والأخوات اللي مش حضر أدواته ما جابش أدواته يلا تفضل هاتي أدواتك بسرعة وهاتي أدواتك بسرعة يلا جلسهم إن شاء الله تركزوا معي في البداية وبعدين إن شاء الله هيجي وقت الصلاة يعني قريبا جدا هيجي وقت صلاة العشاء عندي فأنا سأذهب للصلاة بإذن الله حضرتكم إن شاء الله بإيه تكتبوا وتستكتبوا يلا يا شباب الجد والإجتهاد إن شاء الله بإذن الله ربنا ينفع بنا صلوا على الحبيب المصطفى صلا مباشرة بالكتابة يلا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله أنا سأنوع في حجم الكتابة يعني مرة هكتب ببوصة كبيرة شوية ومرة هكتب ببوصة صغيرة صالينا على النبي يا ريت الناس اللي امتبعها ومصحصحة معايا اتبعوني بالصلاة على النبي علشان أعرف إن هم ممصحصحين وامتبعين ولا إيه رأي حضرتك يا أستاذ محمد فرحان وأختنا الفضلة أم جنة سلور والأستاذة جنة سلور أيضا اللي مش حرمنا من متابعة الوجبات عند الناس جزاء الله خير ها ربنا يبرك فيكم يا رب وينفع بكم جميعا يا رب العالمين يا مرحبا يا أستاذة أمال الصيد طيب يا أخواني الكرام بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله إن شاء الله نذهب إلى كاميرا العملي يا أخواني ويا أخواتي الكرام بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأغلق أعمل تمام حضرتكم ونروح للكاميرا هتلاقوا الكاميرا الناس اللي مشرفين اليوم هتلاقوا الكاميرا أيضا باسم محمد بيومي فيها الدفتر فيها الأوراق دلوقتي الورقة البيضة الناس اللي حاضرين معنا أول يوم هتلاقوا ورقة بيضة وهتلاقوا الدفتر بين يدي إن شاء الله سأكتب فيه الآن فاتفضلوا حضرتكم تابعوا في الدفتر اللي ملقاش يقلب في الصفحات اللي أمامه يمينا ويسارا حتى يجد صفحتي إن شاء الله صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللي ما سطرش يسطر يا أل حسن خطك والله مش عايز حد يكتب كده ارتجالا بدون أن يسطر السيارة مسطر لناها في الطريق والطائرة ليها خط سير ما تنفعش تحيل عنه والباخرة أيضا والكطار له قطبان والخطط له خطوط له سطور بيمشي عليها ولا إيه رأي حضرتك يا أستاذ محفوظ ياللي نورتنا أول يوم وشرفتنا اليوم يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنكتبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن كتبناها قبل ذلك ولكن إن شاء الله سنكتبها الآن أيضا بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي فرصة طيبة أنا يعني بسعد بكم ويعني نشعر وكأننا في جلسة جميعا صدقا فإن شاء الله بإذن الله لا نحرم لسنة وميزان وصحفنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل حسن خطك أونلين نزيد النبي صلاة نعم الله يبارك في حضرتكم جميعا نعم علي الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حرف القوف بجي من فوق السطر باقي ذكره هذا الشكل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بطلع بالألف من بجيبها من فوق يا شباب صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الاتصال هنا بيكون ناشف يا أستاذ أحمد يا عبدالغاني كولا واضحة إن شاء الله حرف اللام بجي من جنب الألف كده وامشي بنفسي بيه الحرف الألف وقبل السطر الأساس بنقطة بأف صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبسحب الكأس بتاعي بهذا الشكل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم رسول حرف الراء جاي من فوق مستقيمه شبه مستقيم ومن تحت عامل زي الفص البرتقال زي ما حضرتكم عارفين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون لي بوز صغير أو حتة مدببة من أعلى زي ما حضرتكم عارفين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم رسول السين هنجبها ناشفة يا أحمد يا عبدالغاني وأسحب ثلاثة نقاط وبعدين أقف وبعدين أطلع لفوق وأطلعش كتير وانزل هطلع برقبة هلاقي نفسي نزلت برقبة هاخد منها هرسم عرف الوا نفس الراء دي أقدم بل حضرتكم هي نفسي رسمة الوا من الجزء من أسفل وصلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدين اللام نفس الموضوع هاجب نفس الارتفاع هنا هاخد حرف اللام وأسحب منه وانزل وانزل بعدين أطلع أنا بنزل بتكعر في التلتة التالت في أول التلتة التالت صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله اللام اللهم أنت ما كتبتش الألف ليه؟ الألف تتبع الجسم الحرف الأساسي فخليها بعدين علشان أوجد لها مكان هشوف مكانها المناسب أفضل مكان لها علشان أحطها فيه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم رسول حرف اللام لام بعدين هاخد منها أنا خدت من تحت المرة دي عشان أجلس أهم حاجة الهاء هي اللي تكون على السطر أنا أرفع براحتي أو أنزل براحتي المهم من الهاء تكون بهذا الشكل اللي حضرتكم شايفينه وأنا عمل السهم ده عشان أوريك تكمة التكعر في أن هي حتة أو أن هي منطقة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين الألف بنفس ميل اللام والألف في الرقعة ينفع أن هي تنزل من على خط الأساس رسول الله صلى شوفوا حرف الصد إن شاء الله معنا حرف الصد وبعدين اللام هجيب الصد من فوق بطلع حوالي نقطتين وبعدين أنزل واخد ألف على طول صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بلف أنزل أكون حوالي يعني شبه مستقيم قريب من الاستقامة وبعدين هاخد سنة الصد بعدين أكلم النقطة أو ما يقرب من النقطة نص نقطة تقريبا بعد الصد وبعدين عصية اللام هكذا نفس الارتفاع أجيب عصية اللام بعدين هجيب بقى الصلاة صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الله مرة أخرى لفظ الجلالة دي مش الزلف يا الحسن خطك والله عشان ما حدش يحسب دي الزلف لا دي النزول هنا أهو وبعدين ده أخدنا منه أنا جيت هنا أهو عشان ما حدش يقول لي دي الزلف يا أستاذ لا مش الزلف يا أستاذ الصد ما لقاش زلف في خط النسخ في خط الرقع صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصاد اللي ليها كأس في النسخ الصاد المفردة أو الصاد المتطرفة اللي في آخر الكلمة يعني أو في آخر المقطع ما بيكونش ليها زلف من أسفل في خط النسخ صلى الله هنكتب لفظ الجلالة بشكل آخره وصلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أهو عليه دي تطلع عن رأس العين شوية يا أحمد يا أبو أحمد دي عبدالغني صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت نتابع الأول نشوف تلكتب إزاي بعدين نكتب هيكون عندك وقت الكتابة وقت الصلاة اللي أنا راح أصلي فيه إن شاء الله هيكون ده وقت للكتابة لحضرتك شوف العين يا أحمد دي بتشورع الساعة كام ودي نزلة منها بتشورع الساعة كام وبعدين اللام صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الياق والهاء هجيب الياء من هنا كتف اللام أنا جاي من الرفيع للتخينة هون واقف ويكون في يعني آآ خط ناشف كده بعدين هركب عليها أكنها باق باق بس أنا هعمل الياء التانية بقى اللي أول مرة هنعملها الصوت مش واضح اكتبوا ملاحظاتكم أنا مش ممكن ما كنش خدتي بالي من عليه صلى الله عليه وسلم طيب لو في أي ملاحظات اكتبوا لو ما خدتش بالي اكتبوا مرة أخرى لي صلى الله عليه وسلم حرف الياء والهاء بشكله الجديد يا أستاذة تكوى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هات الواو هرسمها يا أستاذة تكوى أهي حرف الرأه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هكتب السين واللام حرف السين بعدين اللام بعدين هاجي من فوق باخد اللام من هنا كنت أخي سألتني قبل سارة قبل كده عن اللام اهو مفرض يكون أعلى كمان لكنه جميل جدا وحلو إن شاء الله تخرجوا زيدة وأحسن كمان صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أهي كلها معكم أهي خدوا منها سكرينشوت أهو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة إن شاء الله وأعود إليكم تفضلوا اللي عايز يكتب دلوقتي يكتب تمامي يا أخواني الكرام هنكتب بقى نبدأ في الحديث الشريف إن شاء الله بإذن الله نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ممكن أحط تشكيل بسيط إذا حبيت إن أنا أحط تشكيل بسيط متبهين معي إن شاء الله بإذن الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صوت يا أخواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة صوت يا أستاذة يا أستاذة نيفين آية المنافق ثلاث الحمد لله هاجي من أول السطر هعمل حرف الألف نخلي بالنا لما عمل الألف الألف ما تلمسش السطر طالما الألف يا فوق يا تحت حاجة من الاتنين مش بيقول لك يا بيض يسود صح أو يسود ها إحنا عندنا الألف يا فوق يا تحت ما بتلمس ما بتقفش على السطر ألف النسخ بتقف ألف الثلث تقف لكن ألف الغط الرقعة لا بتكون قبل السطر بحوالي تقريبا حوالي نقطة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم آيته صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هنا ممكن نعمل الياء من غير سنة أنا قلت لحضرتكم يا جزدي يا تو يا جزدي أدلياء أطلع فوق بنفسي من الألف أطلع بالياء صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت فين يا عبد الرحمن البكر يا بو التشبات الجميلة فينك يا عبد الرحمن يزول أنا أزعلان منك يزول الله يسمحك يا سيتي وحشتنا طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا يا جماعة الخير شكلها جميل عملت إزاي الله يرضى عليكم بعد إن بطلع بالتأل مربوطة صلى الله عليه وسلم ماشي يا عبد الرحمن لما أشوفك بس لما أجيلك السعودية إن شاء الله ربنا يكتب لي عمرة وأجيلك إن شاء الله بإذن الله أجي أسلم عليك ماشي يا زول آية خطك غريب جدا حكتب بستمر لا تتوقف آية يلا كلنا بيكون في البداية خطنا كده يا عبد تمام شوفوا يا أحمد استمع دلوقتي يا الله يرضى عليك أنا أظن أنت صليت العشاء الحمد لله أنا لسه ما أزنتش عندنا فلكن إن شاء الله بإذن الله اكتب واستمر في وقت البريك تايم أو الصلاة حضرتك هتكتب آية المنافق أذن أهو الحمد لله أهو المنافق هنكتب كلمة المنافق ونستأزمكم إن شاء الله حتى يعني لا يكتبنا الله منه إن شاء الله شوفوا يا جماعة الخير اللام الله أكبر الله أكبر اللام مع المي شوفتم المنافق الله أكبر الله هاجي بالفاق من فوق عشان في قعف لحول على قوة إلا بالله أنا كده سأكتفي إن شاء الله بإذن الله وأستأزمكم تسمحوا لي إن شاء الله أروح أصلي وأجي أكمل معكم إن شاء الله بإذن الله عموما هي على الشاشة اكتهدوا تكتبوها بقى من الكتاب تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اكتهدوا تكتبوها من الكتاب حلو؟ وأنا هشوقوا وبعدين لما تكتبوها هنيجي من الصلاة إن شاء الله تتابعوا تشوفوا الفرق بقى ما أنتم مش هدنوك وحد يكتبلك هتشوف أنت بقى تحاول أنت بعد كده الحمد لله إن ربنا أوجدها هذا الموقف علشان حضراتكم إن شاء الله تعتمدوا على أنفسكم أو على أنفسكم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أهي قدامكم أخدوا منها سكرين شاط وأنا بروح أصلي إن شاء الله ونستكمل بعض الصلاة بإذن الله يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أخدوا سكرين شاط وأنا مش هكفل الزوم عشان اللي حابين يفضلهم على الزوم تكريبا نصف ساعة إن شاء الله بإذن الله في حدود النصف ساعة هو هيدفي كمان عشر دقائق فأنا بس أنا مش هتفي أنا هسيبه لغاية لما يقفل له وحده لو أنتوا عايزين تتواصلوا مع بعض على الزوم بالشاتينج أو بالكتاب صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا آسف جدا أنا لازم أغلق الآن أنا هخرج وإنتوا استمروا مع بعض إن شاء الله ليف ميتينج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة يا أهل حسن خطك أونلاين شكرا شكرا